بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين هل صوت المرأة عورة أو ليس بعورة لأن كثيرا من الناس يعتقدون أن المرأة يجب أن تكون في دارها ولا تخرج ولا يسمع أحد صوتها هي ثقافة ليست من الإسلام لكن تصاغ وكأنها الإسلام ما يهمنا أن نتعرف على حكم الله وليس على ثقافات من هنا أو هنا فقهاؤنا يقولون صوت المرأة ليس بعورة صوت المرأة ليس بعورة لكن لا يعني أنه يجوز أن تظهره للرجال وتسمع الرجال مطلقا يجوز إلا في حالتين الحالة الأولى أن يكون صوتها إذا سمعه الآخر تتحرك شهوته هو أو هي قد لا يكون هناك ترقيق في الصوت لكن نظرا إلى كون الرجل شهوته قوية مجرد أن يسمع صوت المرأة تتحرك شهوته هنا نقول لا تتكلمي في محظره أو بنحو يسمع صوتك إذا كانت المرأة هي ذات الشهوة الشديدة إذا سمعت أو علمت بأن صوتها يسمعه الرجال تتحرك شهوتها نقول لا يجوز فإذا لا يجوز أن تسمع صوتها إذا كان يستلزم حركة الشهوة منها أو من الرجل الصورة الثانية للحرام أن ترقق صوتها كما عبر القرآن أن تخضع في القول تنعم الصوت وترققه في هذه الحالة إذا كان بنحو في العادة يحرك شهوات الرجال لا يجوز هذا غير الأولى الأولى ما رققت هذا الرجل شديد الشهوة تتحرك شهوتها أما الثانية فهي ترققه بالنحو المثير نقول لا يجوز حتى لو مو متأكدة راح يثار هذا الرجل أو لتدينه لن يثار بهذا النحو لا تبرزي صوتك فهذا ممنوع في شريعة الله والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر